أحسن الله إليكم يقول في سؤال لهوة فضيلة الشيخ قبل 15 عاما أصبت بمرض في بداية شهر رمضان وأنا في غيبوبة تامة طيلة الشهر لرمضان وبعد هذا الشهر الفضيل شفال الله من هذا المرض ولكنني لم أقضي ما علي من رمضان الذي بعده فهل يجوز لي أن أقضي هذا الشهر الذي لم أصمه نسبة لمرضي في الوقت الحالي علما بأنني بدأت بالفعل في هذا القضاء وخلال هذه الفترة من الزمن أصم صيام التطوع والست من شوال فهل صيام التطوع الذي صمته طيلة السنوات الماضية ولم أقضيها من صيام هل علي شيء في ذلك أكثر من مأجورين عليك المبادرة بالقضاء ما عليك من رمضان وعليك مع القضاء يطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير لأن الواجب المبادرة بقضاء الصوم الواجب وأن تقدمه على صوم التطوع وأما ما حصل منك ومضى يعني صمت أيام تطوع وعليك قضاء من رمضان فهذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل وليس عليك به شيء لكن عليك المبادرة بقضاء ما عليك من رمضان نعم نعم ترجمة نانسي قنقر